السلام عليكم بناء على رغبة رياضيات صفتان الثانوي هنوفركم في هذا الفيديو اللي هو شرح درس الدوار والنسبة المثلاثية باستخدامنا للحاسبة لكن عندي بعض الملاحظات وهي حاول قدر الإمكان أنك تستعمل على الحاسبة في الامتحان فقط لتأكد من إجابتك لأنها نبيك أنت تعود أنك أنت تجاوب الدوار والنسبة المثلاثية هيدويا بيش تفهم شنو الفكرة ولأنه متبعك حتى في ثلث الثانوي بالإضافة مش كل اللي هو النواتج حتطلعهم لك مرات تطلع لك جميع النواتج مرات مش حتطلع لك جميع النواتج لكن إجابات صحة حتطلعهم لك فنخترت لكم بعض المسائل وهنجاوب بكم في هذا الفيديو اللي هو واضح أمامكم بالكيفية هذه السؤال يقول لك أوجد سين حيث سين أكبر من أو تساوي سفر أصغر من أو تساوي تلثمين وستين لجا سين تساوي كذا اللي بنوضح لك بعض النقاط إن الجا بالحاسبة هي الصين والجتف للحاسبة هي الكوسين والضاب للحاسبة هي التان بالإضافة نحن عنا الجا وجتة وعنا ضا وعننا هنا سين سين على اثنين سين فالسين هي شنه هي؟ نرمزوها بلا الحاسبة لي بنرمزوها برمز بالإكس تمام خلص حنا هادي اللي هي الجاسين تساوي كذا نبدو في أول سؤال لهو معنا نبدو في أول سؤال باهي أول سؤال يقول لك جاسين يساوي 0.8934 بلالحاسبة الجا قلنا شن تكتب تكتب ساين والصين قلنا اكس إذن ساين اكس جا سين اللي هي الساين اكس الجا هي ساين والصين هي اكس إذن جا سين هي ساين اكس شن تساوي تساوي 0.8934 كل ما عليك إنك تأخذها هي وتكتبها في الآلة الحاسبة خلاص كتبناها بالانجليزي عرفنا إن الجا هي الساين والصين هي اكس إذن جا سين هي نفسها ساين اكس تساوي القيمة هذه ممتاز ومنها كتبها في الآلة الحاسبة تكتب اللي هي الساين لكن قبل ما نكتبه لابد ما أنت تكون على نظام الدك لو كان أنت على نظام الرهد فحاول إنك إنت تغير عن طريق الشفت وست أب تردها عن نظام الدك اللي هي الثلاثة ادير شفت ست أب الدك ثلاثة ادير شفت ست أب ثلاثة عن نظام الدك فوق مكتوب رمزة D هنا مكتوبة D صغيرة لو كان أنت معرفت كيف تدير هكي أحسن حاجة سفر على الحاسبة لأنك إنت لما تسفر على الحاسبة هيحطها في نظام الدك كيف نسفر على الحاسبة نضغط على شفت ثم تسعة ثم تلاتة ثم يساوي ثم A C شفت تسعة تلاتة يساوي A C هنوضحها لك شفت تسعة تلاتة يساوي A C هكي أنا سفرت للحاسبة ممتاز ثم نكتبها هادي في الحاسبة كيف ما هي حيث أن الصين هي مكتوبة هنا في فوق الزره هو مكتوبة صين تضغط عليه تضغط صين الصين قلنا هي X فتح لقوس من عندها لما كتبت الصين فتح لقوس من عندها الـ X هي شوفها هنا كان تركز هنا في X هنا مكتوبة X باللون الأحمر فكيف نديرها نضغط على Alpha Alpha هي باش نقدر نحدد الكلمات الحروف الحمر لأن في حروف حمر هي A B C D E F مش عافشيني X Y M يعني بX فتدير Alpha ثم X ثم تسكر القوس لأن X زر الـ X هو نفسه يسكر القوس فأنت لما تحدد بروحها يدير القوس لكن لما تدير Alpha و تدير القوس هيكتب لك X واضحة لما تدير Alpha والقوس هو هيكتب لك اللي هو X لكن لو تضغط على بروحها يكتب لك X فنضغط على اللي هو S با هيكتب لك تمام إذا كتبنا Sine X نعاود نقول كيف تديرها Sine فتح القوس من عنده تضغط على Alpha X وتسكر القوس وتسكر القوس لا بد ما تسكر القوس فتدير Sine Alpha X ثم تسكر القوس مرة تانية با هل ندير يساوي هادي لا عزيزي بتدير اليساوي بلون الأحمر هي هي اليساوي بلون الأحمر فتضغط على Alpha لأننا نحن يقولنا الألفا هي تكتب لك الحاجات الحمر زي ما كتبنا X اللي هي بلون الأحمر نفس الشي بنديره اليساوي اللي هي بلون الأحمر فنضغط على Alpha أهيا تعطيني يساوي ثم نكتب القيمة اللي عندي اللي هي 0.8934 كتبتها ممتاز تدرسها فما زاوية تدرسها في الزاوية 0 90 في كل المسائل 0 90 180 270 360 مع مراعاة إن مرات تعطيك جميع الحلول لكن مرات تعطيك الحلول لنا أكثر بالإضافة مرات تعطيك حل مكرر أكثر مرات سنوجهها توا قدامنا وهي إنه لو ضغطنا كيف نديره توا نحسبوها عند الزاوية 0 90 100 100 تدير Shift Calc Shift Calc نحسب توا عند الزاوية قال لك حط قيم اللي هو الزاوية أول واحدة 0 ودير يساوي لما درت السفر طلع لي أول قيمة 63.3 هيا هذو إجابات وراء الكتاب طلع لي أول قيمة كويس نديره نحسبو القيمة الثانية عند التسعين فنديره Shift Calc عند التسعين نديره يساوي كررها لك 63.3 فكيف ما قلت لك مرة تكرر لك الإجابة إذا ندرنا 0 ودرنا 9 ثم نديره 180 Shift Calc اللي هو 180 طلعت لي 116.69 اللي هي الإجابة الثانية إذا نضع لي جميع الحلول به نجربه واحدة نجربه 270 Shift Calc 270 طلعت لي نفس الحل لهو نديره Shift Calc عند آخر زاوية عندنا اللي هي 360 طلعت الإجابة 423 لكن احنا مش هناخدوها لأن الزاوية محصورة من السفر لعند 360 طلع عندنا 23.3 لأنها جاي بين الرينج اللي هو 0 360 نفس الشي طلعنا حل هو لأن 116 جاي بين الرينج اللي هو 0 و 360 60 إذن هذه أكبر من 0 أصغر من 360 وهذه أكبر من 0 أصغر من 360 بينما 423 أكبر من 360 فهي مرفوضة كويس هذه أول واحدة خلاص كم من المسألة خلين خلين صفر لحاسبة إذن طلعت لجميع الحلول قلنا كيف نصفر لحاسبة ندر shift 9 3 يساوي ac نمش المسألة الثانية هي جتا سين تساوي كذا خلين نكتبوها قلنا الجتا هي عبعة الكوساين إذن كوساين والسين نحن لدينا جتا سين إذن جتا x جتا سين لأن السين هي x جتا كوساين x كوساين x كوساين x تساوي القيمة اللي عندنا اللي هو point 8 6 2 5 اللي هي هذه بتكتبها بال حاسبة إذن بدير كوساين x تسكر الغوز هنقول لك هي كوساين هيا مكتوب هنالك كوساين والx كيف ندير هنقول نحن دلنا alpha وسهم ثم ندير السهم جديد بروحة باش تسكر الغوز ثم ندير يساوي اليفا وهادي درنا يساوي ثم نكتب القيمة اللي عندي اللي هي point 8 6 2 5 كتبناها تمام نحسب عند الزاوية كيف نحسب عند الزاوية اللي هي 0 9 8 9 9 9 9 9 9 9 9 0 نديرو shift calc عند اول زاوية 0 ممكن تطلع لك اجابة غريبة شوية رقم طويل فاكيد هيكون مرفوض مرات للحاسبة تعطل نشبه عن الاجابة متعاتها الحاسب استيعاب للحاسبة فحنا نصبر شوية ونشوف اجابة للحاسبة كيف تطلع عنا بها اذا اجابة للحاسبة هتكون لحظة شوية استنوا شوية طلع لك رقم كبير هلبة 10 000 ومش افق مستحيل فهي مرفوضة اول واحدة مرفوضة درنا سفر توب نديرو التسعين shift calc التسعين نشوف قدش نطلع لها طلعتنا 30.4 اهي 30.4 بهين كويس نشوف اللي بعدها shift calc درنا التسعين تونديرو مية وثمانين طلعتنا نفسها 30.4 نديرو shift calc عند شندرت تسعين وثمانين تونديرو ميتان وسبعين ميتان وسبعين طلعتلي 329 اللي هي هادي فاصلة سدة طلعتلي جميع الحلول باي shift calc عند 360 طلعتلي 30.4 اللي هي نفسها الاولى طلعنا هنا اذا طلعلي جميع الحلول كيف ما قلتلك مرات ما يطلر لك جميع الحلول مرات ما يطلر لك جميع الحلول نعودوا فيها كويس ننتقل لسؤال اللي بعد خلي سفر حاسبة قلنا كيف سفر حاسبة نديرو shift 9 3 يساوي ac شنو على الحاسبة نوع الحاسبة casio fx 991 es plus باهين casio fx 991 es plus نمشو سؤالي بعد شنو نكتبوها بالإنجليزي شنو يبرا عن شنو ذا يبرا عن tan إذن tan tan sin على 2 معناها السين قلنا هي x إذن x على 2 شنو تو صوي point 4 3 4 8 point 4 3 4 8 باهين ونكتبوها بالحاسبة tan اللي هي هادي نديرو tan x alpha x هادي alpha وسهم على 2 هادي هي بستو مقام تشوف فيها هادي زي صندوقين فإحنا شنو ندرنا درنا أول حاجة x بعد نديرو بستو مقام على 2 ثم نجي هنا سهم بالجمل اللي قد نتحرك كيف من ويصار باهين اللي قد نتحرك واضح ولا نعود مجديد تدير x على 2 ثم تجي هنا تسكر القوس شن تو ساوي تو ساوي تو ساوي طلعتنا 46.9 اللي هي 47 أعتقد جمعة حال خلاص تطلح كاملة نديرو عند 90 نفس الشي نفس الحل عند 180 نفس الحل عند 270 70 كبيرة 406 فوق 160 مرفوضة زي لك يم تاع السبا واحد يدير فيه عجنة يقول لها مرفوضة نفس الشي مرفوضة إذن مجموعة الحل هي 47 فقط بها كيف ما قلت لك مرة ما تعطيك جميع الإجابات مرة تعطيك جميع الإجابات أنت وحظك آخر واحد عندنا جتة سين تو زي دون ناقص بوين تمانية بوين تلاتة تمانية تلاتة سين جتة هي عبعا كوساين إذن كوساين كوساين الصين هي إكس كوساين إكس تساوي زايد وناقص بنديره مرة بالزايد وبنديره مرة بالناقص بوين تلاتة تمانية تلاتة سفر ونكتب بلاء الحاسبة خلينا سفر الحاسبة كيف نسفره شفت تسعة تلاتة يساوي إي سي سفرت على الحاسبة تو بنكتب الكوساين هادي الكوساين الصين هي إكس ألفا السهم ثم تسكر يوس قلنا ثم نديره يساوي نديره ألفا يساوي مش اليساوي هادي لاتبالك لو كان أنت كتبت كوساين لو كان أنت قدرت كوساين إكس ثم درت يساوي هيكتب لك واحد أو يكتب لك أي قيمة فهم اثنين فمش اليساوي هادي لا يساوي هادي عفوا يدير كوساين يدير كوساين إكس يدير يساوي هادي وهي وتكتب القيمة الأولى خلينا ناخد قيمة الموجب القيمة الموجب ما نكتب فقط 0.3830 3830 اللي هي هادي بالموجب وهي ونحسب عند 0 9870 360 أول واحدة نحسب عن شني قلنا كيف ندير shift calc عند السفر ونشفوها كيف تطلع عنها ممكن تصبر شوية مرة تتعطل مرة تدير بسرعة مرة تعطي قيمة خيالية مرة مرفوضة حكاية مرفوضة في فيديو في التكتوك ننشبه فيه متاع واحد يدير في ميزان متاع عجنة يجي كل مرة يقول مرفوضة ديما يقول مرفوضة ديما يقول مرفوضة وليشاب حرفيه بالله يقول شوفوا الرقم يطلع رقم كبير هلب رقم هو رقم كبير هلب فهو مرفوضة إذن هادي أول واحدة لا بالموج أبو سفر لا نجرب القيمة الثانية هي تسعين تسعين تضعطنا سبعة وستين فاصلة أربعة اللي هي هادي نجرب عند المئة وثمانين لا دلت مئة وثمانين معلش أسمح هو يبين عودها نجرب عند المئة وثمانين عند المئة وثمانين سبعة وستين فاصلة خامسة ثم نجرب عند المئة وثمانين عند المئتين وثمانين تضعطنا 200 وتسعين زيما مغلطت أن تضعف المئة وثمانين NO لا تخرج أنا ثم ثم هاكيد إذن إذن تعود 292 فاصلة خامسة lambda strengthening MILL نجربه عند درستة متنة وسبعين درستة متنة وسبعين درستة اعتقد ايه اللي طلعت اللي توها هاتي اخر حاجة ندره عند تلتمية وستين عند تلتمية وستين رجعي لنفس القيمة الاولى اذا قيمتين هما الاولاد طلع حمل توب نجرب القيمة السالبة نرجع بالسهم بدلا من او نعاود نكتبها مجديد بالسهم تحرك بالسهم وديره هنا سالب او عاود نكتبها مجديد دير كوساين اكس يوساوي سالب سالب قداش بوين ثلاثة تمانية ثلاثة سفر ونديره توها نبدو بالسفر قيم السالبة بما ان عطلت للحاسب معناه بطلالي قيمة صاروخية قيمة مرفوضة مرفوضة او قيمة مرفوضة يعني عطلت للحاسب ضبط ضبطة بما ان اللي حاسب التعطل معناها القيمة شني مرفوضة مرفوضة هي بنربط مرفوضة كبيرة حلبة نبدو في قيمة التانية اللي هي التسعين طلعتنا مية وطناش موينت خمسة اللي هي هادي اللي هي عند درنا سفر درنا تسعين نديره توا مية وثمانين نفس الشي طلعت نجربوها عند الميتين وسبعين طلعتنا هادي ميتين وسبعين فاصلة أربعة مال اللي هي هادي نجربوها عند اخر واحدة اللي هي تلتمية وستين نفس القيمة اللي هي عديد من الأول إذن طلع لي جميع القيم واضحة طلع لي هادي طلع لي هادي كل الإجابات طلعهم لي في بعض المسائل ما طلع ليش الإجابات بالكامل وهذا هو بالنسبة للفيديو نتمنى تكون الخصفات معي وبالله عليكم بالله عليكم بالله عليكم الفيديو هادي أو الألة حاسبة هادي استخدموها فقط للتأكد من إجابتكم فقط للتأكد من إجابتك وليس لحل كل السؤال لأن الأسئلة هادي تبيلها ورقة وبيرو وتكتبها باليد بشوص الرقم الأخير تشبهك الأستاذة عمدير أنت الرقم بس تقولك من أين لك هذا يا عزيزي برجي بالفلقة من المدير وتعالك كل فلقات على جهلاتك والصدعة ولأمر ومعها كعكة حمراء وتصف على خير